هنانا طلع عنا المهوال واللي كان خابصنا يروح ويحكي بالأصول والعشائر والسوالف المعدلة والغيرة والعقل وإحنا أنا من الناس شت أشوفه أقول بيني وبين نفسي حتى لو تذب مصفت بس معدل تمام؟ إلى أن فاجأ العراقيين بلو مو طبيعي فرستين وبطناش بطناش مو طبيعي زين في هذا المحفل هل هو هذا الشاعر أو هذا المهوال أو شت سموه سموه هل هو دا يتكلم وخلي يود على العراقيين دا يتكلم بقناعة بدون قبض له قابض هذا أكو شاعر بزمن صدام دا يريد ينهزم كان يقول قصائد الصدام والمدرش شنو وليه له نهار تمام؟ فلزموه يريدوني يكتلوه بالألفين وثلاثة فقال لهم بوية ليش تكتلوني؟ أنا رجال أبو مزيقة يالي يدفع لي أطبل له تمام؟ فأنا أردس أل الشاعر أنت أبو مزيقة لو مقتنع إذا مقتنع قل لنا اطلع في فيديو وقول أنا مقتنع بالكلام اللي قلته لو تقول لا والله أبوية انطوني ألف دولار وحكيت اللي حكيته حتى نفتيم أنت أبو مقدئ لو أنت أبو مزيقة المهم اسمع الشاعر أنا اسمع السياسيين يقولوني ليش لاحبين؟ لا 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 ذاكا 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 نسمع ذاكا بالأول أيوب نسمع ذاكا بالأول اسمع زعيمي ائتلاف دولة القانون أنا قايل له مسبقا وعيتها سماء لشغل يمك لكن الواقع ينحشي كل السؤالات متعددة لكن هذا السؤال أردس أل العراق أردس إلك يا عراق الصابرين بس سؤال وأنت أحكم بالعدل يا هو يأكل وقف يوم الخذوك وشتفوا إيدك وطعنوك بنبل حلو تمام يا هو اللي أخذه للعراق ويا هو اللي طفر ويا هو اللي سلم الثلثين مو مهم وسبايكر وهذا كل ما لن علاقة بي أنا خليني هسا بالشاعر تمام؟ شوفوا الفرق بين شاعر وشاعر ووقف ووقف الفيديو شوفوا الفرق بين شاعر وشاعر شوفوا الفرق بين هذا الشاعر وبين الفيديو اللي وراه سمير صبيح الله يرحمه انطوني الفيديو اللي وراه اسمع اسمع ليش ضحب أبنائنا ونسمع سياسنا قالوا واي سياسنا قالوا ليش نضحب أبنائنا ليش قالناه الناس مستعدة للعطاء عندهم وضوح عندهم رؤية أستقطع جملة من كلمة السيد رئيس المزراء الله يرحمك اسمع ما قال السياسين يقولون نضحب أبنائنا عندنا مثل بالجنوب ويقول ايش مكرمتش اللي ما تخضيش هي ما تخضيبن وانطل هاي ودل هاي وكيش ماتا على يتهال لا تزرع العنجاص يم البوتيتة مثل اللي رب صخول ينهي جنبيتة اي والله الشاعر اللي يكتب هيش ما حد يلوموا الشاعر اللي يكتب هيش بوتيتة وعنجاص ما حد يلوموا زحلها كل هالناس ورضي الله ألف رحمة على روحك واقف ألف رحمة على روحك شوف الفرق سمير صبيح واقف قدام كل السياسيين وقال لما اندا يرد على حيدر العباد اللي قال العراقيين عدهم استعداد يقدمون أرواحهم لأنه عدهم حب العطاء رد علي بقصف رجوله قال لي اش محلات يال ما عندي اش محلات ياللي تخضين والله نسيته بمثل من نهلنا الجنوب يعني يقصد هو ما عنده وهو ما عنده حتى متابعين ولا جمهور ولا شيء ويكرم يقدم أرواح العراقيين كام وذاك الشاعر يقول لي ياه اللي رجع العراق من نخذه ياه دك صدرة شوف الفرق بين من أن يقصف السياسيين في حضرتهم وبين من يتلوق للسياسيين في حضرتهم وإذا هو صدق أبو مبدئ يطلع يقول أنا مؤمن بالكلام اللي قلته ذاك الشاعر وإذا ما مؤمن يقول والله قبضت ألف دولار خلنا نشوف وألف رحمة على روح الشاعر الكبير سمير صبيحي